ينضم إلينا من الرياض من جديد دكتور حمد التوجري أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك صعود أهلا بك معنا دكتور حمد أعود للسؤال عن قطاع الاتصالات لأنه اليوم كان عليه بعض المكاسب ما سمعناه من طبعا موبايلي وحصولها على تسهيلات ائتمانية من المصارف بقرابة 14 مليار برأيك بدون ضمانات إلى أي مدى هذا يؤكد عملية الثقة اليوم بالنسبة للبنوك مع الشركة رغم المشاكل التي كانت تعاني منها سابقا الشركة موبايلي لها ماضي جيد جدا الحقيقة المشكلة حدثت خلال العامين الماضيين فقط لكن في السابق هي شركة كانت ذات نمو مرتفع قيمتها الدفترية تعدت العشرين ريال بمعنى موجوداتها زادت أكثر من مئة بالمئة عن رأس مالها عندما أنشئ أعتقد أن البنوك لن تخاطر وتقدم قروض لأن حقوق الملكية للشركة أعتقد أن هذه الديونة الـ 15 مليار لم تتجاوز حقوق الملكية وبالتالي في مساحة كان الإعطاء هذه الديون لكن عندما تتجاوز ديون الشركة حقوق الملكية أعتقد أنه لن يكون هناك تقديم قروض بلا ضمانات ولكن هذا فعلا يعكس أنه في الوقت الحالي بعض الشركات في الاتصالات الخاسرة قد لا تجد قروضا بلا ضمانات نحن على ترقب أيضا دكتور حمد لإعلان الموازنة بالنسبة للمملكة العربية السعودية يمكن خلال هذا الأسبوع هناك من يتوقع أن تقوم الحكومة بعملية خطوة موازية يمكن مع هذا الإعلام بعملية رفع أسعار الطاقة بقرابة 30% إضافة إلى ما تم رفعه سابقا برأيك هل ستتحمل الشركات أي رفع جديد لأسعار الطاقة إذا ما تم فعلا وهل التكلفة الآن ستكون إضافة على الهوامش الربحية لهذه الشركات بالنسبة للرفع الطاقة بالنسبة للشركات أعتقد أنه من المنطق أن تدفع الشركات سعر التكلفة الحقيقية لأن هذا يساعد على أن الشركات تعمل بكفاءة أكثر من عجل تخفيض نفق تكاليفها وليس فقط الاعتماد على الإعانات الحكومية في هذا المجال بالنسبة لأننا نتكلم عن الشركات أنا أعتقد أنه عندما تحصل على أو تدفع القيمة الحقيقية لمواردها ومنها خاصة للكهرباء والوقود أنا أعتقد أنه أولا ستستطيع تعمل بكفاءة وكذلك لا تتعرض لعقوبات من شركات خارجية ترى أو في الأسواق الخارجية أنه في إغراق وأنه هذه الشركات تحصل على دعم وبالتالي دائما نسمع على فرض تعرفة جمركية وبعض العوائق أمام منتجات سابك والشركات الأخرى البتروك هماويات التي تصدر إلى الخارج نعم كنا شفنا أيضا بعض القرارات الخاصة باحتساب فروق سعر الوقود بالنسبة للإسمنت وأيضا الحديد دكتور حمد برأيك إلى أي مدى هذه الرسوم الآن التي ستفرض على عملية التصدير وتحديدا لقطاع الإسمنت يمكن أن تكون عامل يعني مشجع يمكن لعملية قيام الشركات بالتصدير كون الفائد كبير مع توقف العديد من المشاريع الداخلية أنا أعتقد شركات الإسمنت وجميع الشركات يجب أن تعمل بكفاءة ولا تعتمد على الدعم الحكومي لها وبالتالي ستكون هنا قادرة فعلا على المنافسة في الخارج شركات الإسمنت الآن سيكون متاح أمامها لأن الطلب المحلي منخفض التصدير للخارج ولكن يجب أن تكون قادرة على خفض أسعارها لكي تكون قادرة على المنافسة في الأسواق المجاورة نشكر وجودك معنا دكتور حمد التواجري أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك السعود كنت معي مباشرة من الرياضة موسيقى